في أقصى شمال العراق وفي ظروف جوية صعبة وتضاريس معقدة تمكنت قوة من لواء الحدود الأول من التقدم باتجاه نقطة الصفر ومسك نقاط حدودية بين العراق وتركيا ورفع العالم العراقي عليها حسب بيان لوزارة الداخلية العراقية ضمن خطة حكومية لمسك كامل الحدود مع دول الجوار وحسب بيان وزارة الداخلية سيجري بناء مخافر مجهزة بتقنيات حديثة لمسك الحدود بصورة فعالة ورصد الحالات المشبوهة وتصدي للخارجين عن القانون ويمتد الشريط الحدودي بين العراق وتركيا على مسافة 367 كم من النقطة الثلاثية مع سوريا في الغرب إلى النقطة الثلاثية مع إيران في الشرق وتخترقها سلسلة من الخطوط غير المنتظمة فوق كمم الجبال والجداول الصغيرة وبتضاريس صعبة جدا صعوبة التضاريس جعلت المنطقة ملاذا لحركات كردية انفصالية منها حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب ولم تتمكن قوات البشمرق الكردية أو حرص الحدود العراقي ولا حتى جيش النظام السابق من السيطرة عليها الأمر الذي يدفع الجيش التركي إلى شن عمليات عسكرية خلال السنوات الماضية وإنشاء نقاط عسكرية داخل الأراضي العراقية بحجة تحجيم نشاطات حزب العمال الكردستاني هذه العمليات العسكرية دفعت الحكومة العراقية إلى إجراء لقاءات عدة مع مسؤولين أتراك بهدف التوصل إلى اتفاق وتفاهمات للسيطرة على عمل فصائل مسلحة تركية معارضة منها إعادة نشر قوات حرص الحدود العراقية على طول الشريط الحدودي اشتركوا في القناة